كتاب نظام التفاهر العالم الاجتماع الكندي ألان دونو كتاب يقرأ بكل مكان وجمال قبل الحديث عن كتاب وكتاب مهم جدا ودعنا يشير إلى إلى أهمية ترجمة مثل هذه الكتب وأيضا إلى دقة هذه الترجمة التي قامت بها مترجمة مشاعر عبد العزيز الهاجئي وهي أستاذ جامعة الكويت الذي يقرأ الكتاب يلاحظ دقة الترجمة من خيال الهوامش والشروحات وأيضا لحالات حول القضايا التي تعلق وأيضا لحالات حول بعض المسائل التي وردت في الكتاب ما دمنا نعيش ما دمنا نعيش على هذا الكوكب فإننا نلاحظ حجم الرداء الذي أصبح عليه من انتشار التفاهة في كل شيء شخصيات فاشلة كتب رديئة تحديلات سطحية دراسات تدعي التعمق لتلاحظ التفرقة دراسات تدعي التعمق لكنها بائسة كل هذه الأمور يطرحها الكندي ألن دونو في كتابه نظام التفاهة ومؤلف هذا الكتاب هو أستاذ فلسفة الملاجتماع بجامعة كيبيك الكندية أكاديمي وناشط معروف بتصديه إلى النظام الاسمالي يعتبر أننا نعيش مرحلة غير مسبوقة أدت إلى زوال المفاهيم العميقة وحلول السطحية وهذا حسب رأيي لا يحدث على مستوى الأفراد فقط بل على مستوى الدولة الحديثة ككل عندما تنتهي من هذا الكتاب ستتأرجح بين مزيد من شعور بالتهميش والرضى بما أنك فرد ضمن هذه المنظومة المرعبة لا يمكنك سوى التأثر سوى التأثر بها أما رضى فسببه أنك ستلاقي إجابات أو تفسيرات لبروز بعض مظاهر التفاهة من حولك ويمكن قيادتها للمشهد العام يعطينا دونو خمسة نماذج لشخصيات يجذبها نظام التفاهة وبالتالي يحرص على إنتاجها ويعادة إنتاجها وهذا النماذج الأول هو الكثير ذلك الذي يرفض النظام بالانسحاب والتافه بطبيعته والتافه بطبيعته والتافه بطبيعته يحب أن يصدق النظام والتافه المتعصب الباحث عن حضوه ضمن هذا النظام وبالتالي المدافع عنه فكل تهديد لنظام التفاهة هو تهديد لوجوده والتافه رغما عنه والتافه رغما عنه الذي يصفه والتصافه رغما عنه والذي هو تسخره الواجبات لخدمة نظام التفاهة من يعالة الأبناء وبلوغ مواقع اجتماعية وتحقيق رغباته وأخيرا الطائش وهو الذي ينتقد هذا النظام وهو في الحقيقة يكرسه ولذلك يعتبر دونو ذلك يعتبر دونو هذا النموذج شرط من شرط التفاهة قد تخمن ونحن نقرأ هذا الكتاب ما أصعب أن يفلت أحد من بين هذه النماذج الخمسة يختتم الباحث الكندي العمل بمقطع مؤثر يقول فيه أن النكر المسكين ما الذي يمكنني عمله ويجيب دونو كأنه يجسد دونو شخص آخر توقف عن الصغط وعمل على خلق توليف من القضايا الوجيهة لعل هذا الدور الذي يقترحه دونو على الإنسان المعاصر رهان يستحق أن يكرس رهان يستحق أن يكرس الناس حياتهم لها وإلا في البشرية مقدمة على عالم ضيق وبلا أفق كتاب نظام التفاهة كتاب ممتع وجميل ويقدم نماذج حياتية ومن يقرأه في أي مكان العالم ويلتبت حوله يجد أن هذه النماذج تحيط به من كل مكان وشكرا موسيقى